اشتركوا في القناة كمان سلمان الفنون التشكيلية الى حصة كتير كبيرة المسرح يلوشاق المسرح كمان رح يكون حاضر وبقوة الموسيقى بالاضافة للدوات متعددة في مختلف الجوانب الثقافية تشارك في هذه التظاهرة كل المديريات التابعة لوزارة الثقافة طبعا رح تحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وأغلب النشاطات اللي ميزت هي الأيام مع الكاتب ونقد المسرح لأستاذ جوان جاني سعد لي صباحك يا أستاذ صباح الخير أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك يعني سنويا نحن نكون على موعد مع تظاهرة أيام الثقافة السورية يلي تعني كل أشياء الثقافية يمكن هاي السنة شوي مختلفة سنة هاي السنة اللي قبلها كان الى طابع فلسطيني هلأ أيضا كان فيه نشاطات من فلسطين ولبنان خلينا بلج نحكي عن أبرز هاي النشاطات طبعا تظاهرة أيام الثقافة السورية لست وديدة اليوم ولا الأمس ابتدأت منذ حوالي ثمان سنوات وفي كل عام يعني تتوسع هذه التظاهرة لتشمل المزيد من المدون وحتى المدون الصغيرة في سوريا الأمر لا يختلف كثيرا في هذا العام فقط هناك يعني توسع أفقي بحيث أن التظاهرة ستشمل أماكن واسعة كل المحافظات السورية ستشارك في هذه التظاهرة بمختلف الفنون والآداب كما ذكرتم من مسرح وموسيقى وفنون تشكيلية وندوات أمسيات شعرية ومهرجانات مسرحية أيضا عروض هناك عروض سينمائية يومية في كل المحافظات لآخر نتاجات المؤسسة العامة للسينما أيضا هناك ندوات تثقيفية تتناول مختلف أنواع الفنون والآداب نعم بالنسبة للمسرح ودائما في نداءات وأصوات أستاذ جواند كثير عالية لزيادة الاهتمام وأعطاء أولوية للمسرح اليوم دور المسرح في نشر الثقافة وشوء هي النشاطات أغلب النشاطات الموجودة اليوم بالنسبة للمسرح طبعا يشكل المسرح جزءا هاما من تظاهرة أيام الثقافة السورية بشكل دائم ويعني تكون هذه التظاهرة بمثابة التحريض للمسرحيين على تقديم جديدهم سواء على صعيد النصوص أو على صعيد الرؤى الإخراجية المختلفة في هذا العام مديرية المسارح والموسيقى جهزت طيفا واسعا من الأعمال المسرحية في دمشق وفي المحافظات طبعا في دمشق هناك عرض ضيف قادم من حمى بعنوان نادي للضحك من إخراج مهند زيداني أيضا هناك عرض فني استعراضي راقص لفرقة خطى للفنون الاستعراضية سيقدم أيضا يوم غد طبعا في المحافظات في حلب هناك مهرجان حلب المسرحي الدورة الثالثة من هذا المهرجان والأمر يعني ينطبق على كل المحافظات في كل مدينة هناك عرض مسرحي أو عرضين مسرحيين لمديرية المسارح والموسيقى أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك محاضرة يوم الثلاثاء في مسرح القباني بدمشق الساعة الثانية عشر ظهرا بعنوان صفحات منسية من تاريخ المسرح السوري طبعا شارفتني مديرية المسارح بكتابة وألقاء هذه المحاضرة بالإضافة لنشاط مديرية المسارح على صعيد المسرح تحديدا هناك أيضا نشاط وإن كان محدودا ددار الأسد للثقافة والفنون من خلال عملين مسرحيين أحدهما عرائسي ولكن للكبار وليس للأطفال من إخراج هناك الصباغ بعنوان عكسي وأيضا هناك عرض موجه للكبار بعنوان ليلة مرتجلة إخراج يزن الداهوك أيضا هذان العملان سيقدمان ضمن التظاهرة في حلب هناك ملتقى مسرحي بعنوان ملتقى محمد أبو معطوق للإبداع سيشارك فيه المخرج المسرحي إليا قجميني والباحث المسرحي الدكتور فايز الدائل يعني أستاذ جوان دايما بنشوف نحن خلال فترة أيام الثقافة بينشط العروض المسرحية وأيضا بالنسبة للأطفال يعني مديرية المسارح بتختص بعروض خاصة للأطفال خلينا نحكي عن المسرح كوسيلة أولى وأساسية بالتفاعل مع الطفل وطل مو تلقينا فقط أعطاءه كثير من الثقافة اللي ممكن تأثر عليه بهذه الفترة العمرية طبعا مديرية المسارح على مدى العام يعني تقدم أعمال للأطفال في مدينة دمشق تحديدا وفي بعض المحافظات أيضا بشكل دوري وضمن الموسم المسرحي المعتاد ضمن أيام التظاهرة هناك في ريف دمشق سيقدم عملان للأطفال وأيضا هناك عمل للأطفال في محافظة الحسكة وبالإضافة إلى العديد من النشاطات الطفلية فلنقل التي ستقدمها أيضا المديريات المختلفة التابعة لوزارة الثقافة من خلال بعض الورشات الفنية على صعيد الرسوم أو على صعيد الموسيقى أيضا ستقام في الفترة الصباحية خلال أيام التظاهرة الخمسة نعم إذا نبعد شوي أستاذ جوان اليوم عن أيام الثقافة والأنشطة التي تكون فيها ونخصص شوي المسرح برأيك اليوم ما هو وضع المسرح السوري؟ كترة النداءات للاهتمام فيه أكثر؟ هل كان هناك تلبية لبعض هذه النداءات أو لا؟ طبعا المسرح السوري لم ينقطع حتى أيام الأزمة لم ينقطع أيام مثلا كورونا لم ينقطع المسرح السوري مستمر والمسرحيون السوريون دائما على استعداد لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر من إبداعاتهم ودائما يعني المسرحيون يتحدثون عن ضرورة توفر الإمكانيات المادية من أجل المزيد من الأعمال المسرحية والارتقاء بها ليس على صعيد الكام فقط ولكن على صعيد الكيف أيضا وأنتم تعلمون أن الثقافة بالعموم وليس المسرح فقط لا يمكن أن تتطور الثقافة إلا من خلال الدعم المالي الكافي لأن كل شيء اليوم مكلف يعني الندوة أصبحت قامت ندوة بسيطة أصبحت أمرا مكلفا فما بالك مثلا بفيلم سينمائي أو عرض مسرحي أو أمسية موسيقية كل هذه الأمور تتطلب المزيد من دخل الأموال وهي أموال لا تذهب سدا بالتأكيد يعني الثمار الثقافية أكثر أهمية ربما من أي ثمار قد نقطفها على خاصة في وضعنا الحالي يعني اليوم نحن بحاجة إلى ترميم كل شيء وخاصة الثقافة إذا لم نستطع أن نرمم الثقافة في بلدنا فلن نستطع أن نرمم أي شيء آخر يعني يتميز المسرح بسهولة جذبه للجمهور لأنه أصلا هو قاعد ومستعد ضمن هاي الساعة أو الساعتين اليوم وجود فيهم ليتلقى هاي الوجبة الفنية ولكن يختلف شوي عن السينما اليوم مش السينما ممكن تسافر تشارك بمهرجانات بسهولة غير العرض المسرحي مثل ما قالت حضرتك التكلفة الإنتاجية بالبلد صعبة فكيف إذا بدو يسافر كادر كامل للخارج هل من جديد هل صرنا عم نشوف شوي بدأت عودة المشاركة الفنانين لعروض خارج سوريا هل ممكن نشهد شيء جديد قريبا طبعا يعني كلامك صحيح في كل مناسبة مسرحية على الصعيد العربي يحضرها أي مسرح سوري دائما السؤال الأول مثلا أنتم تأتون كضيوف بشكل إفرادي ولكن أين عروضكم المسرحية هذا السؤال موجود في بحث عن المسرح السوري في الخارج لماذا المسرح السوري غائب ولو جزئيا هو لم يغيب بالمطلق هو غائب جزئيا عن المهرجانات المسرحية العربية ودائما السؤال المطروح أين أعمالكم المسرحية طبعا في العام الواحد نشارك من عمل إلى عملين أحيانا إلى ثلاثة أعمال وتكون غالبا بدعوات شخصية من الجهة المشرفة على المهرجان وهي التي أيضا تقوم بتأمين يعني تذاكر السفر والانتقال إلى آخره بالإضافة طبعا إلى الإقامة وهذا يعني من شأن الجهة الداعية بشكل دائم ولكن مطلوب الآن يعني بالفعل تسهيل ما أمكن يعني تسهيل العقبات تذليل العقبات أمام سفر الفرق المسرحية السورية للمشاركة في المهرجانات الخارجية وأنا أذكر لك لا يشارك أي عرض المسرح السوري في أي مهرجان عربي يعتمد على مبدأ الجوائز إلا ويحصد جائزة على الأقل جائزة واحدة أو حتى أكثر في هذه المهرجانات والملتقيات المسرحية العربية بمعنى اليوم ما حكينا كمان أستاذ عند الوضع المادي وتأثيره على المسرح كمان خلينا نحكي تأثيره على الجمهور يلي بيعشق المسرح وكان يتجه للمسرح هل يوم إقبال الناس والجماهير ما زالت مثل قبل المسرح هل الوضع الاقتصادي والمادي وعدم انشغال أو انشغال الكبير للناس عميس محلون يتوجهوا للمسرح أو صارت فئة عشاق المسرحية فئة المثقفين والأدباء وفئة معينة من الناس بالنسبة للعروض التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال مديرية المسارح والموسيقى أو حتى من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية أو المراكز الثقافية في المحافظات في الواقع التكلفة المادية على الجمهور بسيطة جدا نستطيع أن نقول أنها رمزية ألف ليرا أو ألف وخمسمائة ليرا لا يمكن أن تشكل عبءا حتى على العائلة هذا المبلغ يدفع لأبسط الأمور وبشكل لحظي ربما وليس يومي فقط القطاع الخاص ربما الأمر مختلف القطاع الخاص لا يستطيع أن يستمر إذا لم يتمكن من أن يعود خسائره الإنتاجية من خلال شباك التذاكر ربما عروض القطاع الخاص فيها بعض الإشكالية بهذا الموضوع هناك يعني بعض التراجع على صعيد الجمهور في حضور هذه الأعمال باعتبار أن التكلفة المادية ستكون عالية ولكن بالنسبة لعروض مديرية المسارح وزارة الثقافة يعني لا يمكن للمقابل المادي لدخول العرض المسرحي أن يشكل أي عبء هو شبه مجاني يعني هو شبه مجاني في الواقع بالنسبة للجمهور ولكن لماذا يعني توجد عروض لا يتم الإقبال عليها رغم أنه عدم وجود تكلفة مادية هذا الشيء عائد لطبيعة هذه الأعمال أو لسويتها أو لقدرتها على جذب الجمهور على صعيد المضمون بالدرجة الأولى نعم يعني اليوم كله عدنا منتمنى نرجع نشوف صالات العرض اللي موجودة وما زالت موجودة وإن كان البعض بده إعادة تأهيل مننا والبعض مننا مغلق تعود لي تفتح ونحن بحاجة أيضا إلى أن نتوسع وفقيا في هذا الموضوع يعني عاصمة كبرى هنا مسرحين يمكن مسرحين من عام 960 والحمرة الحمرة والقباني هناك ثلاث مسارح في الواقع في دار الأوبرا ولكن لا نستطيع أن نعتمد عليها مسرحيا بشكل مطلق هي مخصصة في معظمها 90% للحفلات الموسيقية والعروض المختلفة ولكن عندما نتحدث كمسرح نحن لا نمتلك في الواقع في دمشق سوى مسرح الحمراء ومسرح القباني نتمنى طبعا يتم الاهتمام فيه لأنه اليوم في أشخاص يقول لك هلأ مو قد تحكوا بالفن وبالمسرح وبالسينما والدنيا عامقادة وحروب وما إلى ذلك لا ينفصل اليوم الفن عن الواقع ومعاش وقت الحديث عن هذا الموضوع تماما حكينا بالبداية أنه يمكن نظمة وزارة الثقافة عاملة فعالية أو 2 أو 3 بما يخص لبنان والمقاومة وأيضا بما يخص غزة وفلسطين أدي مهم اليوم الاهتمام أكثر برفع زائقة الفن وارتباطها بالهوية العربية تماما يعني من خلال هذه النشاطات الدائمة في وزارة الثقافة هناك سعي لربط الحالة الثقافية بالحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية عندما نتحدث عنها نتحدث عن أطياف واسعة من الشرائح الاجتماعية المثقفة وغير المثقفة المتعلمة وغير المتعلمة كل هذه الشرائح بحاجة إلى الارتقاء بذائقتها الثقافية لتجنب الأفكار المسمومة التي تصل إلى بيوتنا من خلال بعض وسائل الأعلام خاصة الفضائيات التي تبث الأفكار يعني الطائفية أو الأفكار التي تحارض على العنف الأفكار التي تشوه معنى الطفولة يعني حتى من خلال بعض الأقنية الخاصة بالأطفال هناك تشويه لمعنى الطفولة ولبرائط الطفولة نحن بحاجة إلى فعلا إلى جهد الثقافي إلى نشر الثقافة في كل حي يعني أنا أتمنى فعلا أن يكون في كل مدرسة وفي كل شارع هناك ولو ركن صغير للثقافة تفعيل المكتبات المدرسية مثلا تفعيل المراكز الثقافية حتى الصغرى منها ويعني أنا واثق أن وجود نشاطات ثقافية تمس المجتمع سوف يجذب لهذه المراكز المزيد للجمهور الذي لن يتوانى عن التفاعل مع أي نشاط ثقافي يرى نفسه فيه حكينا أستاذ عن ناحية الجمهور والمتلقي والديمه هم رفع ذائقة الجمهور خاصة بهذه الظروف وكل ما يبث على الشاشات أو مواقع التواصل الاجتماعي لكن من الناحية الأخرى خلينا نحكي اليوم عن أفكار الأدباء والكتاب دايك كمان اليوم لازم تكون مدروسة بكل كلمة وبكل حرف ويتم ممكن تكثيفها بهذا الوقت كمان نتيجة الظروف الرهنة والحروب إن كانت بلبنان أو غزة أو بكل أنحاء العالم طبعا كتابنا لا يقصرون بهذا الاتجاه ليس في المسرح فقط في كل نشاطات الكتابة من رواية من شعر من قصة من قصيدة إلى آخره حتى كتاب المقالات يعني يقومون بدورهم في هذا المجال المطلوب اليوم فعلا حركة تنويرية شاملة يعني الكتاب اليوم دورهم مضاعف وأكثر خطورة مما سبق إذا نحن لم نأخذ بيد الطيف الواسع من الناس باتجاه الفكر التنويري باتجاه الفكر اللاظلامي الذي يسيطر بشكل أو بآخر فإننا لا نسير بالاتجاه الصحيح يعني ونحن رأينا من تجارب الدول والشعوب الأخرى كيف أنها عندما اعتمدت على الأفكار الظلامية غير التنويرية إلى أين وصلت أفغانستان مثلا أفغانستان في السبعينيات كانت منارة ثقافية كانت منارة حضارية على صعيد آسيا وربما على صعيد العالم اليوم هي في الحضيد لماذا؟ لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن الثقافة والفكر التنويري هما المنقذ لأي حالة قد تكون مرضية على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الفكري أكيد يعني معلومات مهمة مثل عادة والنقاش مهم لا ينتهي مع الثقافة والأدب شكرا لك استاذ جوان الوجودة شكرا لكم كل المعلومات اللي قدمت الهيئة شكرا لكم